خلال إحاطة أعلامية افتراضية طلب نواب في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري محاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته لحقوق الإنسان ودعمه الإرهاب والتدمير وزعزعة الاستقرار في الخارج على حد قولهم النائب الجمهوري توم ماكلين توك دعا إدار جو بايدن إلى الانخراط في تأسيس تحقيقا دولي حول انتهاكات النظام الإيراني وقال إن الأخير مسؤول عن المجازر والجرائم داخل البلاد وعن الإرهاب والتدمير خارجها كما أعرب ماكلين توك عن ارتياح الالتزام الإدارة الأمريكية بعدم رفع العقوبات عن طهران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات ومطالبتها بوقف كل أنشطة تخصيب اليورانيوم من جهة أخرى قال النائب الديمقراطي براد شيرمان إن إيران تدعم الإرهاب لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية وسابقتها صنفت إيران كدولة راعية للإرهاب هذا وتحدث مشارعون أمريكيون في الجلسة الافتراضية عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران والقمع الذي تتعرض له الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحرية في وقت تواصل طهران سلوكها الاستفزازي دعوة النواب الأمريكيين جاءت عقب طلب دعت إليه منظمات الجالية الإيرانية في الولايات المتحدة بمشاركة 24 عضوا في الكونغرس لمواجهة تهديدات طهران ودعم آمال الشعب الإيراني في الديمقراطية وحقوق الإنسان وكان 112 نائباً أمريكياً من الحزبين الرئيسين قد طرحوا الشهر الماضي مشروع قرار يعرب عن دعم الكونغرس لإيران ديمقراطية وعلمانية ويدين مخططات وصفوها بالإرهابية للنظام الإيراني ترجمة نانسي قنقر